اشتركوا في القناة ونتناول فيها أبرز ما جاءت في الصحف المحلية والدولية التي تطرقت إلى مستجدات شأننا اليمني أهلا بكم نيوز يمن أوردت العناوين التالية صنع مليشي الحوثي تواصل مصادرة أرزاق الناس وفرض جباية جديدة اشتراكي أشمايتين يحذر من الاستحداثات العسكرية ويطالب وزير الدفاع بمتابعة تنفيذ أوامره بإنهائها بعد تهديد القاعدة بتفجيرها محطة الوقود تعود البيع بشبام حظر موت وكانت خبر أوردت العناوين التالية العميد طارق صالح يتكفل بمنحة ونفقات دراسة الطالبة المتفوقة فاطمة حجري خروقات مليشي الحوثي تتواصل في حيس الحديدة المليشيات الحوثية تعترف بمصرع اثنين من كبار قياداتها وستة من مرافقهما البيضاء مليشي الحوثي تحت جزاء مسافرين وتقتادهم إلى سجونها في ذمار الولاء الحوثي ليس في اليمن وكانت الثاني من ديسمبر طالعتنا بالعناوين التالية صحيفة أمريكية قيادات حوثية اعترفت أن إيران أجبرتهم على تبني هجمات أرمكو انطلق تمرين عسكري للدول المشاطئة للبحر الأحمر في جدة عدن تايم طالعتنا بالعناوين التالية الحوثيون يعترفون بأنهم أجبروا على تبني هجمات أرمكو صحيفة الشرق الأوسط صلت الضوء على تراجع جديد للعملة المحلية أمام الدولار الأمريكية الحوثيون يلفقون تهم غير أخلاقية للنساء المختطفات أحصائيات صادمة بعد خمس أعوام من الانقلاب الحوثية الأيام أوردت العناوين التالية جباري والميسارية والجبواني يلتقون محمد عبد السلام في مسقط صحيفة الحوثيون حذروا من مخطط إيراني لمهاجمة السعودية عدن الغد أوردت العناوين التالية قيادات حوثية تتهاوى تشييع جماعي لقيادة حوثية رفيعة رئيس وزراء بريطانيا إيران مسؤول عن الهجمات على منشآت النفطية سعودية طيران التحالف يغير على مواقع الحوثيين في صنع يمن دايريكت أوردت العنوان التالية جدت خروقات المليشية الحوثية قصف واستهداف على مناطق متفرقة من الحديدة البيانة الإماراتية طلعتنا بالعنوان التالية غارات جوية تستهدف تعزيزة الحوثيين في صعدة الشرق الأوساط طلعتنا بالعناوين التالية اتهام حكومي للانقلابيين بتسبب في أزمة الوقود مقتل طفل بانفجار لغم في خوخة الحديدة التحالف يدمر تعزيزات للميليشيات في صعدة تراجع جديد للريال اليمني وهذه يوجه بإجراءات لمنع المضاربات الجطيلية للشرق الأوسط هدف الحوثيين استخدام الملف الإنساني أداة ضغط فليمت الشعب لتعيش أسرة الحوثية تحت هذا العنوان كتب عادل صالح النزيلية في مقاله من 21 سبتمبر والمواطن في حرب ضروسة تشنها ميليشيات الحوثية على حياته لتركياه لتعيش أسرة عبد الملك الحوثية مطالب الناس حتى ليلة سيطرة الحوثي بمعايير الحياة كانت مجرد طلبات للرفاهية لا أكثر بالنسبة لحالهم بعد سيطرته حتى اللحظة وكل شعرات الثورة تتبخر مثلا حكاية بيع الغاز لكوريا أو الجرعة أو الفساد مع أن الإصلاح يملك مقدرات مأرب ويريد إلى جوارها شبوة ومش فاسد بس هذا عدو حارم الناس من أبسط حقوقهم والحوثية ماسكوا الموارد الضرائب والمواصلات والجمارك ومع هذا يقولون مش هم فاسدين وهم نهبوا كل شيء وما أبكوا شيئا ويشتوا حلول تحفظهم هذه المكاسب التي تحققت بعد ثوراتهم الشعوب دائما مكاسبها بالشراكة والاستقرار ومع مؤسسات الدولة الشعوب مصلحتها مع الشعارات الثقيلة على المعدة التي ما تتلاعب بالعواطف ولا تحفز الدم نحو الجريمة حكومات صنعة المتعاقبة لم يشر إليها بالصحفة الدولية والنظرة العالمية كولاية أمريكية ولا كحديقة للمملكة رغم أن كلتهم التي أطلقها الحوثيون على من سبقهم بينما يشار إلى مليشياء الحوثي اليوم بكل وضوحة كمجرد ذنب وسيلة لإيران طمس الحوثي اليمن وعلق رقعة إيرانية وكل جريمة تؤكد تبعيتهم لإيران أكثر من أن تثبت تحررهم يضاف إلى ذلك لا سقطت جرعة ولا حارب أمريكا وعلى العكس السوق السوداء غرقت البلاد وأمريكا تحميهم وتلطف بهم كما أن مؤسسات الدولة من شركة نفط إلى بنك مركزي إلى آخر الصناديق الإيرادية كلها تحولت لأسرة عبد الملكة الحوثية ومليشيات والمواطن خارج الموضوع بكل الحسابات باختصار تم إلغاء المواطن وتعيش أسرة الحوثية وفي الختام يقول عبد السلام جحاف عضو الحوار الوطني لمليشية الحوثية إن الشعب مش متساوي بالحقوق الواجبات فهم عيال رسول الله وأنتم رأيتهم مشاهدين الكرام سوف نتحدث في هذه الحلقة عن حديث صحيفة أمريكية أن قيادات حوثية تحدثت أنه تم إجبارها على تبني هجمات أرمكو طبعا السعودية إذن هناك تسائلات عدة لماذا تبنت مليشية الحوثية الهجوم على أرمكو السعودية لماذا أجبرتها إيران أيضا على هذا التبني لماذا تريد تبييض يد إيران من هذه العملية طبعا مشاهدين الكرام معي في السدير الحديث حول هذا الموضوع الإعلامي والمحل الأسياسي عبدالعالم حيدرة وسوف يكون معي عبر الهاتف الدكتور نجيب غلاب وكيل وزارة الإعلام وسوف يكون معي أيضا عبر الهاتف الأستاذ منير أديب باحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي نذهب إلى فاصل ثم نعود أهلا بكم مجددا البداية مع ضيفي في الاستيديو الأستاذ عبدالعالم حيدرة مساء الخير مساء نور نعم أستاذ عبدالعالم برأيك الآن لماذا تعترف قيادات حوثية بأنها تبنت الهجوم على أرمكو بناء على إجبار إيران لها ولا نعتقد أنه بات الأمر واضح المليشيات الحوثية انكشفت لأنه تنفيذ هذا الهجوم لا يمكن أن يتم عن طريق مليشيات الحوثية لا تمتلك أي قدرة أن تنفيذ مثل هذه العملية العالم كله اجتماع وأجمع على أنه العملية هذه لا يمكن أن تقوم بها المليشيات الحوثية فلم يكن أمامها إلا أن تعترف أو تبدأ بكشف الموضوع الموضوع هناك ما يشبه تميع القضية يعني الحوثيين يعترفون ومن ثم ينكرون وهكذا لكن بالمجمل هذه العملية بإجمع كل الخبراء بإجمع كل العسكريين أنه لا يمكن أن تتم عن طريق المليشيات الحوثية وأنها تمت من مكان مقاور للمملكة العربية السعودية وأعتقد أنه تم استخدام فيها صواريخ يعني لا يتمتلكها المليشيات الحوثية ولا أيضا إمكانية تمتلكها المليشيات الحوثية إيران لا تقبلت المليشيات الحوثية على مثل هذه الأعمال أيضا هناك عملية سابقة أشارت فيها المملكة العربية السعودية أنه تم إطلاق الطائرات المسيرة من العلاق لكن لم يتم تحقيق بالشكل الكبير لكن بعد الحصول على بقايا لصواريخ لم تنفقر وأيضا تم تحديد أماكن الانطلاق كان لابد المليشيات الحوثية أن تبدأ تلاعب بالألفاظ وأن تبدأ أن تعترفهم ثم سنقل من ينكر محاولة تميع القضية إيران تريد أن تأكل الثوم بفم غيرها إيران تريد أن تهرب عن أي عقاب دولي أنه لو أن إيران هي التي نفذت هذا الأمر لكان الأمر مختلف لكن أن تنفذه مليشيات مثل مليشيات الحوثية هي أصلا خارقة عن القانون وبالتالي العقاب لن يكون عليها العقاب بقدر ما يكون على إيران التي تعاني أيضا من إجماع دولي على أنها محور الشر في المنطقة وأنها تزرع الفتن بالمنطقة وإيضا هناك عقاب دولي كبير لإيران إيران أحرقت أيضا من يحاول أن يتحالف معها من بعض الدول العظمى بقيامها بمثل هذا العمل الصبياني عمل لا يمكن أن ينوم أن هناك دولة يعني تحترم المواثيق وتحترم تعهدات دولية وأيضا يعني اتفاقية دولية كبيرة جدا أن تقوم بضرب منشآت نفطية بدون أي سبب أعتقد أنه مخالف القانون الدولي بشكل كبير جدا نعم أذهب إلى ضيفي عبر الهاتف الأستاذ منير أديب مساء الخير أستاذ منير بالنسبة لما قامت بها الميليشيات الحوذية من تبنيها لهجم أرومكو كان مستبعدا جدا من الناحية العسكرية كون أقرب نقطة حدودية مثلا في صعدة تبعد عن محافظة بقيقة سعودية تقريبا 1500 كيلو متر كان هناك استبعاد من الناحية العسكرية إذن لماذا حاولت الميليشيات الحوذية التغطية على الفاعل الحقيقي في هذه الهجوم؟ يعني دعينا نعترف أن جماعة الحوذية تنفق عليها وتحركها إيران صهران هي المحرك الأساسي والرئيسي للميليشيات المسلحة أو الأذرع المسلحة التابعة على سواء الحوذيين أو حتى حزب الله اللبناني أو العراقية والحج الشعبي وخلاته وبالتالي عندما يتحدث الحوذيين على أنه مرائل أكداء على أرومكو السعودية فهذا ربما بدافع من إيران لأن إيران أدركت أن سمت ضربة قد تتعرض لها من قبل المملكة العربية السعودية أو حتى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية هي أرادت إذالة هذا الاحتقان الذي وصلت إليه دول الخليج وعلى وجه التحديد المملكة العربية السعودية بعدما نجحت المملكة في أن توصل هذه الرسالة للعالم أن إيران تعتدي اعتداء عسكريا على دول الخليج بما يهدد الأمن القومي الدولي خاصة أن الاعتداء على أرومكو السعودية هو تهديد للأمن القومي الدولي خاصة أن هذه الشركة تضخ البطرول لدول كثيرة وبالتالي الدول التي تأثرت بضرب هذه الشركة دول كثيرة ربما ذلك أدى إلى ارتفاع سعر برميل البطرول إذن هنا الاعتداء ليس على السعودية الاعتداء على المجتمع الدولي واعتقد أن المجتمع الدولي أراد أن يحمي السعودية عندما أخذت قرارا بالرد على هذا الاعتداء واعتقد أن المملكة العربية السعودية قد ترد على هذا الاعتداء وهنا جاء الدور الحوسي في محاولة إدالة هذا الاحتقال وصرت الأنظار عن الزئب الإيراني أنه وراء هذه الجريمة فخرج الحوسي ليقول أننا لن نعتدي مرة ثانية على المملكة العربية السعودية وعليها أن تعلن ذلك وأننا نعلن ذلك من طرف واحد ثم قال أو سبق ذلك التصريح لتصريح آخر أمنا الذين اعتدين على أرامكو لكي يصلت النظر عن الزئب الحقيقي الذي اعتدى على أرامكو السعودية أعتقد أن هناك تحدي رهيض يقابل المجتمع الدولي والمجتمع الدولي بأكمل سوف يواجه هذه التحديات وسوف يواجه الخطر الإيراني والآن إيران ما بين مطرقة الخليج وسندان المجتمع الدولي وسوف تدفع ضريبة ما فعلته ليس في اليمن فقط ولا دعمها لهذه الميليشيات المسلحة التي انقلبت على الشرعية اليمنية ولكن سوف تدفع ضريبة دعم كل الميليشيات المسلحة والإرهابية في عواصم عربية كثيرة واعتدائها على المجتمع الدولي ممثلا في الاتداء على شركة أرامكو السعودية نعم أستاذ مرير برأيك إلى أي مدى تبني الميليشيات الحوثية لهذه الهجمة يقيض هنا عملية الجهود الأممية للسلام يعني أعتقد المجتمع الدولي أدرك وفهم الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي لا يفق مطلقا في جماعة الحوثي ويدرك أنهم يكذبون كما يتنفسون ويدرك أنهم يتحركون كما يتحرك الزئب الأكبر إيران وبالتالي هذا لن يغير في الأمر كثيرا اليمنيون فاهموا الحوثي وأدركوا سلوكه السياسي وخطابه السياسي المعوج وغير الصحية وأيضا هم يدركون حجم المخاطر والتهديدات التي ربما أطلقتها طهران ولن سوف تعاني من رد فعل من قبل المجتمع الدولي ومن قبل سوريا إذن المجتمع الدولي نجحت المملكة العربية السورية في أن تصل إليه وأن توصل إليه هذا الخطر الذي تشكله إيران ويشكلها هؤلاء المتطرفون متطرفي الحوثي في اليمن وأعتقد أن المجتمع الدولي والمجتمع الأممي سوف يأخذ قرارات داعمة للشرعية شرعية اليمنين في يمنهم وشرعية المملكة العربية السعودية في أن تداسع عن نفسها وشرعية المجتمع الدولي لأن يحافظ على سير الملاحة البحرية وتهديد إيران والحوثي للعالم وليس لليمن فقط شكرا جزيلا لك أستاذ أمونير أديب بحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي شكرا جزيلا لك أعود لك أستاذ عبدالعالم حيدرا غيفي في الاستيديو بالنسبة لتبني الميليشيات الحوثية لهذه الضربة التي كان من المستبعد عسكريا أن تكون هي التي قامت بها رغم أسرارها برأيك لا يمثل ذلك ضربة للجهود الأممية للسلام؟ هذا بكل تأكيد كما قلت أن الميليشيات الحوثية لا تدرك مخاطر ما تقوم بها سواء من تصريحات سواء من اعترافات سواء من بعض محاولة تسلل أو طائرات مسيرة على حجر المملكة لكن مثل هذه الضربة التي استهدفت العمق السعودي يعني كلام فاضي أن تقول المملكة الميليشيات الحوثية بأنها من قامت به هذا الموضوع لكن هل تدرك ميليشيات الحوثية أن عواقب هذه الاعترافات؟ لا هي بكل تأكيد مثل ما قال الضيب هي تتحدث أو إيران تكبرها على أن تتحدث بما تريد أيضا هي الإيران في المنطقة أدرع كثيرة لكن الحوثيين ليس من أدرع إيران الحوثية بالنسبة للإيرانيين ليست أكثر أقل من أصابع أصابع تحركها بحسب يعني أنه إيران لا تعطي للحوثيين هذه الأهمية التي تمكن أن تعطيها لحزب الله أو في سوريا أو في العراق بمعنى أصاح أنها ستتركها الجزء المعط الذي تهدد لتقوم بالأعمال الشيناء الأعمال الغير قيدة الأعمال التي يدينها المجتمع الدولي ستنفذها عن طريق من عن طريق من الشيطة الحوثية لأنها ترى بأنه لا مستقبل هذه الميليشيات يعني لماذا لا تستخدم إيران حزب الله مثلا لتنفيذ إياه هجمات ضد في المنطقة لأنها ترى بأنه حزب الله يقب أن يوقع ويقب أن يبقى لكن الميليشيات الحوثية ليست أكثر من أداة آنية تستخدمها لفترة محددة تدرك جيدا إيران بأن الميليشيات الحوثية لا مستقبل لها في اليمن وأن الشعب اليمني لا يمكن أن يقبل ببقى هذه الميليشيات وبالتالي هي ترجع عليها الأعمال التي لا يرضاها المجتمع الدولي والميليشيات الحوثية تتحمل بغباء وزر ما تقوم بوء إيران من أعمال في المنطقة يدينها المجتمع الدولي بشكل كبير جدا وكما قال الضيب أيضا المجتمع الدولي هذه المرة لن يمرر ما حصل بسلام لأنه استهداف أكبر المنشآت النفطية التي تدخل العالم كله أعتقد أنه عمل خصيص وخطير ويضر الأمن القومي العالمي وإيضا هذا ينبع أيضا أن الميليشيات الحوثية ليس لديها مانع وليس لديها معرفة بماذا ستعمل يمكن أن تهدد المياه الإقليمية يمكن أن تهدد الملاحة يمكن أن تهدد أشياء كثيرة وهي ليست الفاعل سيكون الفاعل إيران ربما الفاعل مرة أخرى دولة أخرى الأعداء في المنطقة كثير في الشرق الأوسط أعداء كثير وبالتالي أي شخص يقوم بعملية مثل هذه الأعمال الإرهابية مثل هذه الأعمال الغيرقانونية سيرقعها للميليشيات الحوثية وإيران ستكبر الميليشيات الحوثية على تحملها وبالتالي أعتقد أنه على المجتمع الدولي اليوم أكثر من أي وقت مضى أن يحسم أمر إيران في المنطقة لا نتحدث عن الميليشيات الحوثية الميليشيات الحوثية كما ذكرنا هي أصابع فقط إذا أردنا أن نتحدث عن العدو الحقيقي ومن يقوم بهذه الأعمال فهو إيران أعود وأكرر أنه أيضا أعود لسؤالي أنه قهود السلام أعتقد أنها انتهت بثماني أشهر أو سبعة أشهر على اتفاق ستوكول وينفذ أي شيء بعد أن قاموا بتجزئات الحلول الأمم المتحدة تحمل مسؤولية كبيرة جدا ببقاء هذه الميليشيات الحوثية وهي كما قلنا تقوم بإنقاذ الميليشيات الحوثية في اللحظات الأخيرة أمر مضحك جدا أن تتحدث الأمم المتحدة اليوم عن أي سلام وهي ترى اليمن وقد ما يقري في اليمن وكيف تحولت اليمن إلى كنتونات تحارب بعضها الأمم المتحدة مسؤولية مسؤولية مباشرة عن ما يقري قلنا أنه كان الحل عربي عربي عن طريق مبادرة الخارجة وقدنا أن نوصل إلى حلول لكن تدخل الأمم المتحدة وتدويل القضية بهذا الشكل هو أدى إلى تميعها هناك دول كبيرة تدعم إيران أو على تحالف مع إيران وبالتالي تظن الميليشيات الحوثية إن هذه الدول ممكن أن تقف إلى جانبها هذا أمر مستحيل أن يحصل لأن هذه الميليشيات كما قلت غير قانونية والعالم لا يمكن أن نعترفها نعم عبدالعالم ابقى معي أعود الآن إلى أو أذهب إلى ضيفي عبر الهاتف الدكتور نجيب غلاب وكيل وزارة الأعلام مساء الخير دكتور نجيب مساء الخير والعافية والمشاهدين الخرام وضيفك الكريم نعم دكتور نجيب بالنسبة للميليشيات الحوثية أصرت فترة أنه هي من قامت بالهجوم على أرنكو السعودية ثم الآن يعترفون على أيضا ألسن قياداتهم بأنهم أجبروا على ذلك برأيك الإصرار ثم الاعتراف والتراجع هنا وهذه المتناقضات في هذه الفترة كيف تقرأها من وجهة نظرك؟ أولا هذا يعطي دلالة واضحة أن الحوثية ليست إلا أداة من أدوات إيران والأداة الأكثر جذارة والتي تعمل ضد شعبها ومنظومة أدمنت الحروب وجعلت من الحروب مجالا لإنتاج بصوصية لنهب الشعب وتدمير دولتهم وخلق صراع داخلي واستدعاء الحروب الحوثية لا تملك القدرة السياسية في فهم المخاطر عبر إدحاءاتها أنها من دمرت أنها من استهدفت منشعتها النص في خريصه بجيء أنا أعتقد أنه حتى مسألة إدحاءها لضربها أيضا أبو اليمامة أيضا هذا إدحاء يبدو أنها لا تمتلك القدرات الكافية للقيام بهذه المعلمات الحوثية هي منظومة مقاتلة لا تملك الخبرات الكافية وصحيح أن إيران دربتهم لكن وأرسلت لهم الصواريخ والطائرات وبالتالي الحوثية تقوم بتنفيذ هذه الحمليات استعداء أولا منذ أن دخل صنعة وأعلنت يعني أنها ستحارب الشعودية هذا كان ليس من مصلحة اليمن بل أنه يعاكس المصلحة الوطنية وبالتالي هي كانت تنفذ أجندات إيرانية هي من أستجعت الحرب هي من دمرت الشرعية وأنهت فكرة الدولة والعملية السياسية وهي من قادرة الحروب الباخية وهي من أستجعت الحروب الخارجية وبالتالي الحوثية منظومة مدمنة للحرب واعتقدت خلال الخمسة السنوات الماضية أنها من خلال الحروب راكمت تروة وتمكنت من بناء جهازها الموازي وبالتالي أصبحت الحرب بالنسبة لها حدث لاستمرار عمليات الصطو والنهب وممارسة اللصوصية وأيضا العالم تعامل معها بنوع من النعومة وحتى التحالف العربي والشرعية حاولوا أن يتعاملوا مع الأهوذية باعتبارها تكوين طبيعي بالإمكان تأهيل وكذلك الشهيد صالح بذل الجهود لتأهيل هذه الحركة لكن يبدو أنها منظومة حربية إرحابية يديرها مجموعة من الدجالين وهدفهم الأساسي والصطو والنصوصية ووجدنا أنها أيضا لا تبالي لا تبالي أبدا بما يصيب الشعب من معاسي ليس فقط الشعب الرافض لها بل حتى من يواليها ويؤيدها ووجدنا أنها لم تنتج شيئا يعني شيء بالإمكان الناس يستفيدوا منا حياة الناس تدمرت أي مواطن بسيط اليوم يراجم ماذا قدمت الحوتية لليمن ماذا قدمت الحوتية للحوتين البسطة المساكين أبناء الفقراء اللي يقاتلوا معها لم تقدم لهم غير المقابر وهناك أباطر مسيطرين على الحركة أدمنوا عملية تحصيل الثروة من خلال دماء اليمنين واستمرار الحروب وبالتالي إدعاء مثل أنهم من أسأل عالم كله وهذا اليمنيين كل اليمنيين لاحظوا هذه المسألة بلا استثماء عن نخبة وعمة الناس وحتى جزء من تركيبة الحوتية صدههم هذا الإدعاء عندما العالم كله بما في ذلك السعودية ودول الإقليم والجميع يقولوا الحوتية ليست هي المعتدي في بقيق وخريص ولكن إعلام الحروسية بكافة التفاصيل وقياداتهم يخرجوا ثم يقولوا نحن من أستهدفت هذا واستهداف من هذا النوع واستهداف لم يمس فقط المملكة بل يمس أمن العالم بمعنى وكأنها تستدعي العالم لمحاربة الشحب اليمني هذه لا يمتلكوا أي أساسات للرشد ولا لفهم السياسة ولا حتى في إدارة الحروب هم يديروا قتل ولا يقاتلوا هم يقتلوا ولا يقاتلوا وهم عبارة عن أشبه بالعصابات التي تصطوا ولا يديروا حرب نظامية وإنما حرب عصابات فوضوية تأثير على الشعب أكثر من أي شيء آخر نعم دكتور نجيب طبعا بهذه الاعترافات والتبني ثم التراجع بعد ذلك يثبت أن الميليشيات الحوثية هي ورقة فقط لتنفيذ أجندة إيران في المنطقة والذراع من أذراعتها برأيك ذلك يعتبر ضربة قاسمة هنا للمجهود الأممي لمحاولة الحل السلمي في اليمن الحوثية هناك وقلاء لإيران لكن بعض وقلاء إيران دائما يحرص على بلدانهم ولا يتحولوا إلى أدوات كبيرة كما هو حال الحوثية وهذا مشكلة ومعظلة نواجهنا نفس الشعب اليمني أننا تحولنا ضحية لهذه الحركة أنا أعتقد أن الجهود الأممية بدأت ربما يصيبها الأحباط لا لشيء لأنه طريقة إدارة الحوثية في إدارة الملك يقوم على النفاق والدجن والباطنية ثم يتحركون في الواقع بطريقة يعني مناغبة لوعودهم التي يعطوها للعالم والأمم المستحدة أن الدول والمختصين في الملف اليمني في الأمم المستحدة يبدو أنهم قد راكموا تجربة كافية وبالتالي الحوثية إذا ظلت في عنادها ورفضها للسلام وانتزانها بالمرجعيات صحيح أن الحوثية هي يعني تقدم أحيانا وتقول أنهم مجموعات ضعيفة ومستضعفة وأن هناك استهداف يمني لهم هذا تحت الطاولة يشتكوا ويبكوا يعني بشكل لا يتصوره أحد وأمام الشعب اليمني يصرخون وكأنهم البوة القوية الحوثية هي منظومة هشة وضعيفة وأنا أتصور أنه يتم تأجيل حسن محركة اليمنين ضدها نتيجة بعض الضغوط الأممية ونتيجة توظيف الحوثية كأذات ابتجاز أولا للسعودية ولدول الخليج والحوثية يعني اتمرأت هذا الدور حتى مع الأمريكان انفسهم وهناك ملقات كشفت كثيرة أن الأمريكان وأقول وعن معلومة أن الأمريكان أكثر عندما يلتدوا بقيادات الشرعية أكثر من يدافع عن الشرعية ومحاولة تأهيلها هم الأمريكان رغم العداء المعلن لدى الحوثية هو ضد أمريكا والملاحظ أن أمريكا هي بالأخير تفكر بطريقة عقلانية يعني منذ أن نشأت الحوثية حتى اللحظة لم تكتل أمريكي واحد ولم تضر إسرائيل ولا بسنت واحد لكنها دمرت شعب كامل خربت بلاد أدارت حرب ضد العرب واستهدافها أما للعرب أو لليمنيين وبالتالي العالم يرى أن هذا التكوين الفوضوي من هذا التكوين الإرهابي المهووس بفكرة الكهنة أنت بالإمكان توضيفه لإرتزاز العرب وبالذات المملكة العربية الشعودية شكرا جزيلا لك الدكتور نجيب غلاب وكيلة وزارة الإعلام كنت معي عبر الهاتف أعود إلى ضيفي في الأستاذ عبدالعالم هذه الهوس الإعلامي وحب الظهور التي تقوم الميليشيات الحوذية بعمل هذه الهالة حولها بأنها من قامت بقصف هذه المنشأة أو هذه الدولة أو تبني ضربات لم تقم بها أصلا لماذا برأيك؟ قبل أن أذهب بالإقابة على السؤال أريد أن أقول شيء تعقيمة عن الكلام أنا شخصيا قناعش أقصية أوقع لاتهم بباشرة الحكومة بأنها غير جادة في التقنع الأمم المتحدة أو في العمل مع الأمم المتحدة في أن تصل إلى إصدار عقوبات بالمعرقلين أو الوصول إلى السلام نرجع خطة بس إلى الخلف عندما كانت الحكومة لديها ثار شخصي مع علي عبدالصالح والإصلاح هذا كان لديها ثار شخصي مع علي عبدالصالح أعتقد أنها ضغطت على الأمم المتحدة وستطعت الخروج بالقرارات 21-21-16 وستطعت أن تحدد أسماء ومعرقلين هنا انتهت مهمة الإصلاح هنا انتهت مهمة الحكومة لأنه كما قلنا الحكومة والشرعية هذه هي عدو والإصلاح أيضا هي عدو علي عبدالصالح والحلاك الجنوبي وعظم ضد نعود إلى سؤال المليشية الحوثية هناك مثل يمني يقول أن العشق الكذاب يفرح بالتهم المليشية الحوثية مليشية تكذب تكذب وتكذب 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 حتى تريد أن يصدقها الناس وبالتالي هي كما قلت لا تتردد أبدا بأن يؤكل ثوم بفمها كما قال السادة نيجيب هناك أذرع لإيران في المنطقة لكن هذه الأذرع لا يمكن أن ترضى بالمضرة على شعبها لكن المليشية الحوثية هذه مليشية طائشة مليشية مجلونة أشخاص قاءوا من الكهوف لا علاقة لهم بالدولة قاءوا من الكهوف ولا علاقة لهم بالدولة وبالتالي هم لا يستشعرون أبدا خطر ما يقوم به ما يقوم به اليوم يضع اليمن في قائمة سوداء على مداء سنين طويلة جدا لأن هذه عمليات تقوم بها أو تعترف بها وهي عمليات ضد كل القوانين الدولية العالم لا يمكن أن يقبل بها أيضا المليشية الحوثية لا تدري بأن العالم هذا المجتمع الدولي مجتمع مبتز بكل ما تعنيه الكلمة في ذات يوم سيأتي ويقول بني اليمنيين قد عملوا وعملوا وعملوا ويفرض عنا عقوبات نتيجة لما تقوم به هذه المليشية الحوثية هذه القرارة المجنونة والطائشة من قبل المليشيات الحوثية وعدم استشعارها لما هو قادم أعتقدناه ستضررا وأعتقدناه كالثة على اليمنين يقب أن نتنبى لها ويقب أن نقف ضد هذه المليشيات الحوثية لأنه لا يمكن أن تنتهي هذه المليشيات الحوثية إلا على أيدينا نحن كيمنيين يقب أن لا نعوّل على المجتمع الدولي دول التحرف تقوم بوقبها لكن أيضا نحن كيمنيين يقب أن نكون يد واحدة ضد هذه الميليشيات الحوتية نعم الأستاذ عبدالعالم محيدرة الكاتب الصحفي والمحل الأسيازي كنت معي ضيفا لهذه الحلقة أشكرك شكرا جزيلا وأشكركم أيضا مشاهدي الأكرم لحسن المتابعة وحتى الملتقى في أمان الله وحفظك اشتركوا في القناة